بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي أنيساتي الفيديو دوة هوامش التاريخ وهنتكلم عن معركة الإسماعلي اللي هي بعد كيه بقت عيد الشرطة نمازج فدائية في بداية عهد الملك فاروق عمل معهدة مع الإنجليز 1936 كانت معهدة صداقة ما بين مصر وإنجلترا السنة 1952 قلغيت معهدة 36 اللي هي معهدة الصداقة دي إيه اللي حصل يا سيدي في ذلك اليوم اللي أعلنت مصر إلغاء معهدة الصداقة مع بريطانيا لعدم التزامها بوعد الاستقلال أعلنت حكومة الوفد برئاسة مصطفى باشا النحاس حركة الكفاح المسلح ضد الاستعمار الإنجليزي في مدون القناة فقامت وزارة الداخلية بدور عظيم في تهريب السلاح إلى للفدائيين فقدم الجنرال إكسهام كؤد قوات البريطانية إنذار مكتوب إلى زابط الاتصال للمصري شريف العبد الإنذار تسليم الشرطة المصرية بالمحافظة لكامل أسلحتها والخروج منها اتصل مصطفى رفعت مساعد وزير الداخلية بفوقت سراج الدين اللي كان وزير الداخلية في الوقت دوت اللي اتنين اعتبروا في بعض التشاور اللي اتنين اعتبروا إن دي إهدار وإهانة للكرامة المصرية في وجيئة القوات البريطانية اللي كانت محاصرة إسماعيلية برصاص الشرطة لترد الإهانة واشتعلت معركة الإسماعيلية الدامية وكانت غير متكفأ ليتساقط الشهداء في دقل الوطن وكرمته. الفيديو الجاي هيكون عن مجرمون خالدون هوامش التاريخ من دفاتر مصر المنسية. دمتم في أمان الله.